لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك القايد صلح اتخذ عدة قرارات من بينها القرار الذي اتخذ ضد البرباريس الذين دخلوا وامتطوا صهوة الحراك من اجل تحقيق مآربهم الفئوية المآرب تتعلق بمنطقة في الجزائر وليس مطالب بعض الناس يقولك التمازيغة والامازيغ كلام فارع هم كانوا يريدون اهداف منطقة القبائل فقط وحاشا يعني لا نقول هذا الكلام للطعم في القبائل ابدا القبائل منطقة فيها احرار وفيها وطنيين وفيها جزائريين هي منطقة جزائرية لا توليست منطقة لا يديها اي تفسير اخر ومن يقول غير ذلك فهو كذاب وهو انفصالي فهو يحمل ازندات استعمارية من بقايا الاستعمار تريد ضرب الوحدة الترابية الجزائرية وضرب كيانها وامنها القوط اذا تلك القرارات اغضبت عليه ايضا سجنه لبعض الرؤوس سجنه لرابرات الذي يشكل رأس الحربة رأس الحربة في هذه المنطقة وهو امبراطور المال من هذه المنطقة فسجنه في ذلك الوقت اثار عليه بعض الاطراف في هذه المنطقة ايضا او يحيا توفيق كلهم قبائل ولذلك هناك غضب ايضا اجراءات اتخذت ضد اللوبي القبائلي في داخل المؤسسة العسكرية اتخذت في ذلك الوقت فاعتبروا ان القيد صالح عنصري رغم ان القيد صالح شاوي معناها بالمفهوم الامازيغي القيد صالح امازيغي الا الا كانت الامازيغية في نظرهم تعني منطقة القبائل ولكن الامازيغ هم شاوية ايضا شاوية اذا القيد صالح امازيغي بمفهوم بالمفهوم تاعهم اذا لماذا اي عنصرية كانت لا توجد اي عنصرية القيد صالح ادرك في ذلك الوقت ان هؤلاء يريدون استغلال الحراك لمآرب الاخرى لا تطعب لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله